مستمعي بي بي سي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من نقطة حوار على إذاعة بي بي سي تأتيكم هذه المرة من العاصمة الألمانية برلين ردت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على وزير الداخلية في حكومتها هورست زيهوفر وهو أيضا زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والذي كان قد قال في حوار مع صحيفة بيلد الألمانية أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا رغم أن المسلمين الذين يعيشون هنا هم جزء منها ميركل قالت بوضوح أن ملايين المسلمين يعيشون في ألمانيا وهم جزء منها وكذلك ديانتهم جزء منها لم تكن ميركل وحدها هي التي تصدت للرد على تصريحات وزير الداخلية الألماني الرئيس الألماني أيضا فرانكشتاين مار أكد هو الآخر أنه يرى المسلمين جزءا من المجتمع الألماني التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية الألماني فتحت الباب مجددا للجدل حول ما إذا كان المسلمون جزءا حقيقيا من المجتمع الألماني وما إذا كانوا يقومون بما ينبغي من جانبهم للاندماج في هذا المجتمع وكذلك هل تقوم الدولة في ألمانيا بما يكفي لتحقيق اندماج حقيقي للمسلمين أم أن ما يجري هي محاولات لتذويبهم كل هذه التساؤلات وغيرها نطرحها للنقاش اليوم مع ضيوفنا الذين يشاركون معنا وأبدأ بالترحيب بهم الدكتورة سورية مقيت أستاذة علم الاجتماع والناشطة في مجال الاندماج الأستاذ عماد كريم الصحف الحر وأحد أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا والأستاذ عبدالصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أرحب كذلك بجمهور المشاركين معنا هنا في الستوديو سنسعد بالاستماع إلى آرائهم معكم اليوم أنا محمد سيف النصر وأبدأ النقاش من الجمهور مباشرة والسؤال الذي أثاره ما طرحه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر هل الإسلام جزء من ألمانيا عايز أبدأ تفضل أنت كمسلم ما الذي تشعره حيال هذه النقطة هل تشعر أنك جزء من المجتمع الألماني أن المجتمع الألماني ينظر إليك أو ينظر إلى الإسلام والمسلمين باعتبارهم جزء أصيل من هذا المجتمع تفضل المسألة طبعا مسألة سؤال الاندماج في ألمانيا وما قاله زيهوفر السؤال صعب لأنه في التحديد أظن أن المسألة مسألة سياسية أكثر منها أنه هل بالفعل نحن مندمجين في المجتمع الألماني أو غير مندمجين يعني أنت ترى أن السؤال لابد أن يوجه للمسلمين أنفسهم هنا لا ما هي سياسات الحكومة الألمانية تجاه المسلمين نحن نشوف مثلا الأتراك الأتراك عندهم تقريبا ما يناهز هنا في ألمانيا فوق خمسين سنة يعني نحن ندخل على الجيل الرابع وبنشوف لحد الآن لا زال هناك طبعا ما يسمى ب سكرنا بالقروب مو يعني ما يسمى بتجمعات تجمعات 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 أغلقة يعني آه والسياسة الألمانية تجاه هذه الخصوص الأتراك يعني كانت لحد الآن سياسة ليست بالفعل متجاه في مسألة اندماج فحسنا نكون مندمج في المجتمع الألماني لازم يكون اعتراف من المجتمع الألماني كمواطن أو كموجود وفاعل في المجتمع الألماني وبدون هذا المسألة السياسية أكثر منها هل فعلا هي مشكلة سياسية أكثر منها اجتماعية المشكلة في تعامل الدولة في أن الدولة لا تشجع بشكل كافي المسلمين على الاندماج هنا نادية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا في الرأي جالي أن الدولة تتساهم وتتساعد بش تدمج الناس اللاجئين والعرب والمسلمين عامة يعني تتحاول الدولة تدر ماكسيوم لقدر مستطاع ديالا طيب يعني كيف تشعري أو ما الذي تشعرين به حين تستمعين لتصريحات وزير الداخلية في الحكومة الألمانية الحالية يقول هذا الكلام الإسلام ليس جزءا من ألمانيا يعني أنا عارفة أنه كإشهار للحزب دياله بس يعني الربح في الانتخابات يعني هذا توظيف سياسي نعم قصدك تحقيق مكاسب سياسية لكن لا يعبر عن واقع لا مقارنة مع الأحزاب لأخرى لا طيب دكتورة سورية كيف نوصف المشكلة مشكلة إذا كان هناك مشكلة يعني نظرة المجتمع الألماني إلى المسلمين ووضع الإسلام هنا هل هي مشكلة سياسية فعلا واستخدام هذه القضية في المسجلات أو السجالات السياسية ولا المشكلة فعلا في مشكلة جتماعية تتعلق بوضع المسلمين هنا وبقدرتهم على الاندماج وبقدرة المجتمع أيضا الألماني على استقبالهم واستعابهم يعني في الأول لاجم نوضح ماذا نعني بكلمة اندماج كلمة اندماج يعني بمفهومها السوسيولوجي هو يعني الاندماج في الحصول على فرص في التعليم الحصول على فرص العمل وكذلك المشاركة داخل المجتمع سواء كانت مشاركة تقفية أو سياسية أو في المجتمع المدني فلو نظرنا إلى هذه الأرقام فلنلقي يعني أن 95% من المهاجرين من أصول مسلمة لديهم شغل فيما يخص الفرص في التعليم هناك يعني تقدم كبير يعني لما نرى أن فقط 9% من المهاجرين من أصول مسلمة أو مهاجرة كانوا يعني يحصلون على شواهد أكاديمية أو البكالوريا الآن الأرقام أصبحت يعني مضاعفة يعني في المشاركة في الجمعيات الألمانيا 50% فهم في هذه الجمعيات فمن طرف المسلمين هم يقومون بما يجب أن يقوم بكل مواطن بصفة عامة ليكون مندمجا داخل المجتمع وليس يكون هناك نوع من الإقصاء من طرف الدولة والمجتمع من طرف الدولة كان هناك فرض للرفض للآخر بصفة عامة يعني إلى حدود 2005 كان من طرف السياسيين رفض لألمانيا كأنها دولة هجرة أو مهاجرين يعني تم تقنين لقانون الهجرة في ألمانيا اقتداء من 2005 معنا كلام حضرتك أن على الأقل المسلمون هنا يقومون بما ينبغي لكي يكونوا جزء أصيل من هذا المجتمع هل تتفق مع هذا الكلام؟ أتفضل أن ربما هي مشكلة المجتمع والدولة التي قد تكون مقصرة في بعض النواحي لكن المسلمين أنفسهم قاموا بما ينبغي للاندماج وأن يصبحوا جزء من هذا المجتمع؟ كما قيل سابقا العلاقة متبادلة لا بد من أن يتشارك فيها الطرفان ولكن من الواضح أن المجتمع الألماني ليس مجتمع هجرة وبالإضافة إلى ذلك أن الطرف الآخر المهاجرين للمسلمون عندما جاءوا إلى هنا شعروا أنهم غرباء وسيبقوا غرباء بسبب الاختلاف الديني وهنا أعتقد أن المشكلة ليست من المسؤول أكثر من الآخر ولكن لابد من النظر إليها بشكل تشاركي وفي النهاية هناك بعض الألمان يعني أنا أعيش في منطقة في برلين من جهة برلين الشرقية وهناك بعض المواطنون الألمان أصدقاء مقربين لي من الجيران وبعضهم يؤيد حزب البديل الذي تؤيده وأنا أرى أنهم في حاجة مسة إلى الاندماج لأن ثقافتهم في ألمانيا الشرقية سابقا ما زالوا يحتفظون بها ولم يتم تأهلهم تماما لقبول ثقافة مجتمع ألمانيا الغربية بالحريات وقبول الآخر والمساواة بين المواطنين طيب لم يتم تأهلهم برضو نقطة هامة تفضل حراك إيه رأيك في الكلام ده قبل أن نذهب للضيوف مرة أخرى تفضل أريد أن أضيف شيئا نحن في مسجد دار السلام كمسلمين على مدار العام في كل عام هناك عدة نشاطات وفعاليات بلغة ألمانية فعاليات سياسية وطبية وثقافية واجتماعية وندعو فيها سياسيين ألمان ونعمل دعاية انتخابية في كل مرة في كل الانتخابات وبعد ذلك يأتي الإعلام لينعتنا بالمسجد المتشدد أو بالمتشددين أو بأي وصف آخر في العام الماضي هناك إمام أيضا في مقتبل العمر شاركنا في الذكرى السنوية الأولى للحادث الأليم في كنيسة الذكرى وأحد أئمتنا هو شاب في مقتبل العمر دعية وقرأ القرآن في اللغة الألمانية واللغة العربية في كنيسة الذكرى بطلب من القسيس هناك وبعد ذلك يأتي الإعلام لينعت هذا الشاب هذا الإمام بالإمام الراديكالي بالإمام المتطرف المشكلة هي ربما تصب في الإعلام والشعب الألماني لا يريد أن يبحث عن الحقيقة بل ما يقوله الإعلام فيصدقه يا أختي أستاذ عماد طالما المسلمين يقومون بما عليه وحتى تبادر المؤسسات الإسلامية بنشاطات للتوعية وللتججيع على الدمج هل من المنصف أن يتعامل الإعلام مع المسلمين بهذه الصورة أن يتعامل المجتمع بهذه الصورة ويتهم المسلمون كمان أنهم لا يريدون الاندماج أعود وأكرر علينا أن نكون حذرين عندما نوجه لحزب البديل أو لحزب التموقراطي الاجتماعي في باين لأنهم عنصريون علينا أن نكون حريصين لأن عندما العنصرية تأتي فسوف لن تميز بين المندمج واللا مندمج هذا النقطة أولى نقطة ثانية هذا النقطة ثانية هذا النقطة ثانية هذا النقطة ثانية أتداءات متواصلة يوميا على دور العبادة لا هذا كلام غير صحيح تسع ومي خمسين أتداء في السنة واحدة أبداً ومعادات السامية حالياً يعني وصلت إلى دروتها طيب الأستاذ عبدالصامة طبعاً يعقب على الأستاذ أماني هذا هو الوضع أستاذ البديل طيب لكن أستاذ أماني ما الذي نريده أكثر لو سمحت لها أستاذ عبدالصامة أعقد وأكرر وأقول بأن ألمانيا بأن سياسة حزب البديل اليوم هي سياسة ماكل لألفين وعشرة بس الحزب البديل سمعنا من بعض ساسته المطالبة بإبعاد المسلمين عن ألمانيا أبداً هذا صحيح ليس صحيح لم أحد حزب البديل حزب البديل كلهم متزوجين كلهم في حزب كلام يعني المحرقة غير موجودة ويسميها فوق الشيس لما يستعمل هذا المصطلح طيب خليه بيكم كامل النقطة يا أستاذ عماني انظر الخطاف أنا وعندك نسجلها هو موجود قال فوق الشيس اليهود جزء من ألمانيا استعمل هذا المصطلح عيب حزب هذا طيب طيب أستاذ عماد طيب يا أستاذ عبدالصمد أنا سأأتي إليك بس خليه يكمل بس لو سمحت خليه يكمل علينا الحرس بأن نتوقف عن عن توجيه توجيه التهم لحزب البديل بأن الحزب العنصري لأنه عندما العنصرية ستأتي لن لا تحدد يا سيدي لو سمحت لن يصح لو سمحت لو سمحت لو سمحت هل ألمانيا أثبتت ألمانيا أثبتت بـ 75 سنة الأخيرة بأنها بلد دموقراطية هناك أشخاص هناك تراجب شعبيون ولكن نجدهم في كل مجتمع في العالم نحن اللبنانيون والسوريون والمغاربة موجودة عننا الشعوبية وعن سوريا ألمانيا دولة علمانية كما طرح الأستاذ عماد والدستور يكفل حرية العبادة ما الذي يشتكي من المسلمون مع ظهور بيجيدا ومع ظهور أخذي أصبح هناك تراجع شاسع في الحريات أصبح لنا تراجع على قيمنا التي تأسست من أجلها ألمانيا يجب أن نعترف بهذا هذه حركات تحاول كما طرح وكما قالت الأستاذة السورية أنها توظف هذا الملف سياسيا لتحقيق مكاسب لكن هذا لا يعبر عن سياسة الحكومة كأنه قال الأستاذ عماد لا يعبر عن المجتمع ربما لا أعمم هناك شرفاء في الحكومة وحتى في المعارضة من هم يسيروا ضد هذا الطيار أنا أوجه اتهام لحزب البديل من أجل الألماني بالدرجة الأولى الذي يصفق عندما تحرق دور العبادة والذي يشجع على هذا وأنت تتكلم وتقول هذا تزيير وصل عزوان كبير إلى ألمانيا ألمانيا المنفتحة أصبح فيها خبش كبير عندما يكون أزيد من ألفين مؤسسة في سنة واحدة تحرق الذي يحرق أول وآخرا هو وطننا الدكتورة سورية لماذا لدى بعض المسلمين هنا هذه المشاكل في الاندماج ويظلون مرتبطين أكثر بأوطانهم الأولى أو بالأوطان التي لديهم أصول بها بدلا من أن يصبحوا جزءا حقيقيا من المجتمع نشاهد ذلك في التجمعات التي تضم المسلمين من بلدان معينة نشاهد ذلك في المؤسسات التي تمثلهم أو في المؤسسات الدينية وحتى المساجد ليه؟ في الأول لازم نتحدث على من هل نتحدث على الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث أو الجيل الرابع طبعا لو كان الجيل الأول هناك ارتباط قوي بالوطن الأصل حتى نرى أن هذا الارتباط أصبح نوعا ما ينقص خصوصا لو تكلمنا على مثلا مسألة الدفن فنرى أن مهاجري أو الجيل الأول كانوا عندهم تأمينات للدفن في دول الأصل لأن عندهم الأبناء وأحفادهم الآن متوجدون في ألمانيا فأصبحوا يركزون على الدفن في ألمانيا فهذا نوع من الانتماء لهذه الدولة كثير من الناس تحدثون بيقول لك أنا لما يطرح عندي هذا السؤال نفس السؤال لما يقول هل أنت تفضل أمك أو أبوك لا يمكن أن أفضل ذلك ولدك نعم أنا عندي أصول مهاجرة أبي أو جدي ولكن عندي انتماء قوي لألمانيا وأنا ابن هذه الدولة ولازم لأننا نتكلم على الانجاز ولكن على هذه المشاركة السياسية أو المشاركة الفعالة داخل المجتمع كيف أمع للأستاذ عماد كريم إرائك في ما تطرحه الدكتورة؟ أنا أقول الاندماج ليس أن تستعيق تشتغل وتدفع ضريبة وتموت في هذا الاندماج في مجتمع منفتح وحر مثل مجتمع عدم لا يتم بهذه النقاط إما أن نتقبل القيم التي وجدناها عندما أتينا أم سنبني مجتمع إلى جانب مجتمع عندما نعيش إلى جانب بعضنا البعض ليس عندي مانع لو أن التجربة الديالكتية التاريخية أثبتت أنا هذا سيبقى مسالي خليني بس عشان ندي وقت لا لا لو سمحت اتفضل هل تقبل بهذا يا دكتورة لو سمحت يا دكتورة سيدي اتفضل هل تقبل بهذا المفهوم للاندماج هل تقبل بهذا المفهوم للاندماج أم هذا تزويد؟ نعم سأتي إليك لاحظ هل تقبل بهذا المفهوم الذي يطرحه الأستاذ عماد للاندماج؟ السلام عليكم أحمد ميسار رئيس لهيئة العالمية السلام وتعايش في برلين الأخ عمد المرة هذي أصاب أصاب نعم صراحة أوافقه تماما وكيف هو مبادئه هذي عنده مبادئ ربما لا أتوافق معه لكن لما يقول شيء يعني منطقي فأتقبل هذا بصدر راحب لماذا؟ تمام كيف ما قال يعني الاندماج وهو أن تقبل القيم أو لا تحترم بس الدستور الموجود في البلد هذا هذا الشيء طبيعي لما تقبله بس حتى القيم لأي أنك أنا لا أشعر بعن سوريا ولا أشعر أني أجنب في هذه البلد بكل صراحة لماذا؟ لأنه نعم يعتمد كما قلت على المبادئ تبعك على أخلاقك على سلوكك عني نكونوا واقعيين نشوف نشوف رجالية العربية أو العرب لما يكونوا في الشارع تفضل إيه رأيك في هذا المفهوم للاندماج؟ هل على المسلمين هنا قبول كل قيم المجتمع كما هي إذا كانوا يريدون أن يصبحون جزءا منها حتى كما يرى البعض لو كانت بعض هذه القيم قد تسبب لهم حساسية كمسلمين إيه رأيك؟ السلام عليكم واجين مسددي يعني أنا فرنسي والدي من تونس ولو لاحظت في ألمانيا عندي زالة صح أصدقاء من فرنسا ومن إسبانيا ومن بورتغال ومن إيطاليا الاندماج مشكل بس مسلمي أو عربي الاندماج مشكل للثقافية التي يجين من البحر المتوسط يعني ثقافية وين العلاقات سهلة وني في ألمانيا العلاقات صعب شوية مع الشعب الأصلي يعني حتى هما في بعضهم يقولوا العلاقات صعب بينتنا العلاقات صعب بينتنا ليه؟ يعني في أوروبا تقسيم تقسيم بين أوروبا الشاملية وين العلاقات صعب وين العباد يستحقوا الثيقة بينتهم وين العلاقات أسهل يعني إيطاليا أو بورتغال أو أسبانيا يعني طبيعة الألمان هنا أنهم ربما لا يتعايشون مع الغرباء بشكل سهل يعني بشكل سريع نعم طيب تفضل بمفهوم الاندماج اللي طرحه الأستاذ عماد هل يقبل به المسلمون هنا؟ تفضل حضرتك هو يعني في كثير من الأحيان نحن نشن على السلفية بما أن السلفية هي الإيمان بأن هناك حقيقة مطلقة واحدة وأنا أمتلكها وممثلها نقع في نفس الخطأ أنه يصير الجهة المقابلة سلفية وأكثر أشد سلفية من السلفية المتدينة من بين قيم هذا المجتمع هو التعددية والتعددية تسمح بالتلون وتسمح بالتنوع وتسمح بالاختلاف ونحن عنا في ألمانيا التجربة رائدة جداً عنا الزوديت عنا الشليزيا عنا الدين وعندهم كمان قوانينهم الخاصة بهم وعندهم امتيازاتهم الثقافية واللغوية وغير ذلك يعني نحن نريد أن نطبع الناس فوتوكوبي نسخة واحدة وإلا مش من دمج هذا يعني مصادرة المطلوب وهذا غير مقبول خليني أسأل بسأتي لك بس أسأل الأستاذ عبدالصمد اليزيدي هل مطالبات المسلمين بالاندماج هي فعلا مطالبات بالاندماج أم بالذوباء كيف يستقبل المسلمون ذلك هي في حقيقة هي لعاب سياسية فقط الذي يطالب المسلمين الآن بالاندماج في حقيقة في قريرة نفسه هو يرى اندماجهم ويرى تفاعلهم مع المجتمع إنما أصبح الإسلام عنوان لكل من يريد أن يصل أو يكسب أصوات سياسية للأسف الشديد على هؤلاء الناس الذين هم في الحقيقة عنصريين ويحملون الحقد ليس ضد الإسلام إنما ضد دستورهم وضد قيمهم يعني الناس في الآيف دي في البديل من أجل ألمانيا يسعون إلى تعديل ومراجعة الدستور في حد ذاته فهذه القيم التي تأسست من أجلها ألمانيا والتي نحن كمسلمين نسعى لترسيخها حتى وإن اختلفت مع الأستاذ عيناد أنا سوف أذهب إلى الشارع لو حرم من حرية التعبير ومن كلمته هذه القيم التي تشبعنا منها إذا كان المسلمون مندمجين هنا كما تقول يا سيدي وهم جزء فعلا من المجتمع طيب كيف نفهم مغزى المطالبة التي نسمعها بأن يتم الاعتراف بالإسلام كجزء من ألمانيا طيب طالما مندمجين ما هذا هذه المطالبة نحن نحلت هنا الاعتراف الذي نطالب به هو الاعتراف طبق الدستور لأننا الكثير يتكلم على أن الدستور علماني اللائكية ليست عندنا اللائكية على شكل فرنسا في ألمانيا عندنا هنا الدولة شريكة المؤسسة الإسلامية فهي شريكة الكنيسة شريكة الطائفة اليهودية في ملفات مختلفة مثل تدريس الدين مثل تدريس في الجامعات إلى هذه هذا جاربه العمل عندما يصل الأمر إلى الإسلام تأتي هناك استثناءات وتأتي هناك أمور هل المسلمون يودون اندماج لكن خاصة يعني يعترف بالإسلام كجزء من المجتمع لكن هما يظلون محتفظين بقيم معينة قد تتعرض وتتصطدم مع المجتمع الألماني أم أن المجتمع الألماني هو الذي يفشل في طرح مقاربة ثقافية ترد الطرفين وتدمج بين القيم عند الجانبين يعني لما نتكلم على الثقافات نرى أن داخل ألمانيا هناك 16 ولاية وهناك اختلافات ثقافية موجودة داخل ألمانيا فهذا التنوع هذا الاختلاف يعني بالرغم أنهم يعني ناس من أصول يعني متجدرة ألمانيا ليس هناك يعني بيكراوند هجرة فهناك هذا الاختلاف أنا أظن أنه هذا السجال أو هذا الكلام هل ألمانيا المسلم وألمانيا جزء منها أم لا يعني كما تفضل عدد من المشاركين هذا يعني سجال سياسي ولكن لو نراه من ناحية المجتمعية أنه هذه الحقوق لو لزلناها على الأرض يعني لما نتكلم أننا نريد إسلام ألماني يعني لازم أن تكون هناك مؤسسات تدافع على هذه الحقوق ولازم يعني خليني عشان الوقت بس أشكره لكن لا بد أن نتوقف شكرا جزيلا للضيوف الذين شاركوا في نقاش اليوم دكتورة سوريا موقيت أستاذة علم الاجتماع والنشطة في مجال الاندماج أشكر أيضا الأستاذ عماد كريم الصحف الحر وأحد أنصار حزب البديل الشكر موصول أيضا للأستاذ عبدالصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وشكر خاص طبعا لجمهور المشاركين الذين حضروا معنا هذه الحلقة في الاستوديو شكرا لطيب المتابعة مستمعية في كل مكان كنت معكم أنا من هنا من برلين محمد سيف النصر وإلى اللقاء في حلقات أخرى من نقطة حوار ترجمة نانسي قنقر